فطور فتوتر فأزمة، أما تجليات هذه الأزمة فعديدة بدأت بمنوشات حول ملف ترحيل مهاجرين غير الشرعيين ثم انتقلت إلى اتهامات غير مسبوقة من رئيس فرنسي وصلت إلى حد التشكيك في تاريخ الأمة الجزائرية ليتبعها استدعاء السفير الجزائري للتشاور وقرار بحظر الطيران العسكري الفرنسي في الأجواء الجزائرية كل هذا أحدث شرخاً غير مسبوقة تزت معه العلاقة بين البلدين ولترميم الفجوة العميقة بين باريس والجزائر الإليزي يبعث برسائل ود وتهدئة للدولة الجزائرية مسؤول فرنسي قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبدأ أسفه للجدل وسوء الفهم الناجمين عن التعليقات التي أدل بها عن الجزائر بل وأن الرئيس ماكرون يحترم كثيراً الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر فهل ستذيب هذه التصريحات جليد الخلافات المتراكمة بين البلدين؟ ظاهر الأمر غضب جزائري من تصريح رئيس فرنسي لكن في تفاصيله جراح عميقة لم تتعافى منها الذاكرة الوطنية الجزائرية فالتاريخ أصل الجدل والتوتر بين باريس والجزائر حيث تذهب بعض القراءات إلى أن خطاب ماكرون يعكس خيبة أمل في الرئيس الفرنسي بشأن حسم ملف الذاكرة منذ توليه سدة الحكم ولا تخفل هذه التحليلات أيضاً أن ماكرون في إطار استعداله للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده يستعين بخطاب لاسترداء قواعد اليمين واليمين المتطرف في البلاد ليبقى التباين الحاد حول الذاكرة التاريخية صاحب الدور الأكبر في تعميق حالة التباعد بين الطرفين فهل ستحكم المصالح بين البلدين السلوك الرسمية في المقبل من الأيام؟ أمر ربما سيتضح في حال حضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مؤتمر ليبيا المقرر عقده الجمعة في فرنسا